موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي متابعي قناة ميناصف للبرمجار درس جديد من سيسلة دروس دلفي دائما مع المكونات المهمة في الدلفي اليوم صناها مكونا تراي ايكون ما معنى تراي ايكون اذا لاحظوا هنا في شريط المهام على الجهة هل هناك برامج تعمل في القلفية مثل برنامج الانترنت دولة الماناجر مثلا او برنامج هذا صلاتي لاحظوا عند الضغط عليه مرتين يظهر البرنامج عند غلق البرنامج من هنا ينزل الى هنا في اخواني ايكون ويعمل في القلفية ولاحظوا عندما نضع المؤشر على هذه الايكونة يظهر هنا hint باسم البرنامج وعند الضغط على الايكونة بزر الفعر الايمن تظهر هذه القائمة اذا لعمل ذلك نفتح فدل في مشروع جديد اذا نقوم بفتح الانسبيكتر ضوب جي ونقوم بتوسط هذه النافذة وتكبيرها قليلا اذا اين يوجد تراي ايكون تراي ايكون يوجد في قائمة اديشونل او قائمة سيبليمو هذا هو تراي ايكون نضعه هنا داخل الفور اذا من بين القصائص او من بين البروبريتيز القاصة به القاصية الانيميت والتي تعني التحريك يعني تحريك التراي ايكون بمعنى تحريك التراي ايكون هناك رسالة تظهر هنا في الجانب الايمن من الشاشة تسمى بالبالون هينت ورأينا درس سابق عن البالون هينت في الفورنز الآن سنرى هنا كيف تعمل هذه البالون هينت هنا بهذا المكون اولا نقوم بتفعيل الخاصية انيميت ثم الانتربال نجعله صفر هنا الفلاك هي الان بفناو نختار ايرور او انفو او وورنينج يعني هنا التراي ايكون سيظهر رسالة اما خطأ اما علومة واما وورنينج يعني احديق اضع هنا انفو وفي البالون هينت نكتب له تجربة مكون راي ايكون البالون تايم اوت هو هنا بالميلي سيكند وهو مدة الظهور والاختفاء يعني هنا سيظهر في عشر الاف ميلي ثانية ثم يختفي في البالون تايم هنا علوان لهذه الرسالة نقول له try ايكون لدينا الهينت والآيكون 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 والنيم والآيكون سنرى نرى 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 هنا في هذا المكون هنا في الآيكون نرى ايكون محددة اذا ها هي مثلا هذه الايكون اوكي اذا ونضع مثلا هنا نضع بطن هنا نريده ان يظهر هذا البالون هذا البالون هينت هنا نريده ان يظهره هنا بالضغط على هذا الزر نقول له try ايكون visible هذه الخاصية قليلا نعطيها true هنا نقول له try try ايكون واحد put show ballon end اذا وننفذ اذا نضغط على هذا الزر اذا لاحظوا كيف تظهر هذه الرسالة ويمكن التحكم في setting الخاصة فيها هنا العنوان وهنا try ايكون و اجلبة try ايكون وهنا هذه الايكون by default التي يضعها هذا المكون لاننا هنا اخترنا الايكون ويمكن غلق هذه النفذة هنا اذا تظهر هذه الرسالة وتختفي بعد عشر ثواني يمكننا غلقها من هنا او التحكم في عدم الظهور او go to notification setting الخاصة بالwindows وهنا لاحظوا هذه الايكونة تظهر الخاصة بالبروجيكت وان ها هي الخاصة بالايقونة الخاصة بالبرنامج اذا نقوم بالتعديل عليها هنا بالنسبة للهينت نقول له مثلا تجربة خاصة بالمكون 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 لنأتي الى الحزمة Win32 نضع image list نضع 16 ل 16 بالنسبة لحجم الايقونات نفتح وضيف ايقونات حجم 16 16 و نفتح نفتح ثم من قائمة standard نضع pop up menu في pop up menu نضع هنا في الزر الاول caption F ثم في الزر الثاني نضع اظهار ثم نضيف separator ثم نضع هنا انهاء البرنامج ثم ثم نضع هنا انهاء هنا نربط هذا pop up menu مع image list و في القصائص هنا image index نضع هنا اخفاء هذا اظهار هذا وانهاء البرنامج هذا وهنا في انهاء البرنامج نقوم ب وضع كود انهاء البرنامج وهنا في الاخفاء وقل له form وانظر window state هنا نضعها في واس minimized ومثله وانظر ثم نأتي إلى مكون try icon نربطه مع pop-up menu ونفعل القاسية visible إلى true نعود إلى pop-up menu photo hotkey نجعلها manual كذلك هذه نجعلها manual photo line reduction ثم ال-alignment الخاص بالكتابة نجعله في ال-right بما أن الكتابة باللغة العربية كذلك ال-pd mode نجعله right to left ونقوم بالتنفيذ إذا لاحظوا تظهر الأيقون هنا try icon نقص بهذا التطبيق تجربة قصة بالمكون نضغط بزر الفأراء الأيمن فتظهر هذه القائمة نضغط على إخفاء فيختفي البرنامج نضغط على إنهاء البرنامج فيقوم بغلق البرنامج ثم نأتي إلى try icon ثم نغير مثلا هنا bs info إلى bs error لنلاحظ كيف تظهر الايقونة الخاصة لاحظوا تظهر الايقونة الخاصة بهذه الرسالة على أنها error نغير كذلك إلى warning ثم نلاحظوا تتغير الايقونة إذا كان هذا كل شيء تقريباً عن مكون try icon في الدرفي تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر